اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه يلعب على التحولات على واحد من افضل اللعبة في العالم اللي هي بتعمل التحولات اللي هو محمد صلاح يا اما عن طريق الكرة الطولية من عمر السلية يا اما عن طريق الترانزيشن او التحول على واحد من نص الملعب اللي بيطلع تريزيجيه وتريزيجيه يدخل في عمق الملعب وبعدين تدي مساحة لفتوح طب ده كلوس كيروش الراجل اللي بيشتغل على الميت بلوك او بيشتغل على استخلاص الكرة في التلت الاخير من الملعب ملعبه هو وبيلعب على التحولات الهجومية كابتن نهايب جلال مختلف تماما كابتن نهايب جلال عايز استخلاص الكرة من تلت الاخير للمنافس ده بيتطلب نوعية لعيبة مختلفة بيتطلب استراتيجية مختلفة في الديفنس وبيتطلب استراتيجية مختلفة في الضغط لان انت عشان تروح تضغط على منافس بالشكل العالي ده دايما بترحل خطوطك ما ينفعش تروح تضغط بخط الهجوم وتسيب الفروقات تكون واسعة ما بين خطوط الدفاع وخطوط الهجوم لازم تقرب بتاخد خطوط كلها وتروح بها القدر بتروح تضغط بخطوطك كلها لما بتضغط بخطوطك كلها يا كريم بيحصل عملية ايه عملية ان انت بتلعب بخط هاي لاين او بتلعب بخط تدفاع متقدم خط الدفاع المتقدم خصائص اللعيبة اللي بتلعب فيه مختلفة عن خصائص اللعيبة اللي بتلعب بخط تدفاع متأخر يمكن في خط الدفاع المتأخر انا محتاج لعيبة طويلة تلعب براسها كويس بتعرف تدايق المسيحات وتاخد الكور في المناطق الدايقة أما في المناطق الواسعة أنا عايز ناس سريعة سريعة ناس بتجري تقدر إن هي لو الكرة تضربت رحت اتنين على اتنين أو واحد على واحد في سبق سرعة ده يقدر إن هو يروح ياخد الكرة بتتطلب إيه تاني؟ بتتطلب إن أنا ده يبقى بولر يبقى بيقدر إن هو ياخد الكرة كده ويقدر إن هو يقطع بها مسافات ويطلع الكرة يسلمها للباكات ويرجع بها يسلمها للسنتر باك اللي جنبه وها كذا فخصائص اللعيبة مختلفة على فكرة في حاجة هقولها ممكن تكون غريبة الاتنين بلعب 4-3-3 بلعب 4-3-3 جماعة لا دفاعية ولا هي هجومية هي طريقة بتتطلب الرصة مختلفة عن الخصائص ومدربه وأسلوبه بالضبط يعني انت ممكن تلعب 4-3-3 بطريقة هجومية جدا جدا زي ما ليفربورد بيعمل بالضبط أو تلعب 4-3 زي أتليت كومدريد أو ريال مدريد بالضبط فخصائصهم مختلفة تمام طب اللي احنا نتوقعه من كابتن إيهاب جلال في الفترة الجاية في حيث الأسامي اللي ممكن تنضم هنشوف اللي ممكن كابتن إيهاب جلال ما يعتمدش على العيبة قوية دفاعيا على قد ما تكون بتعرف تخرج بالكورة يعني أنا ممكن تتوقع ما تلاقيش واحد مدافع ياخد 9 من 10 في سكيلز المدافع على قد ما يقدر ياخد 7 من 10 كمدافع وياخد 7 من 10 نوه يعرف يخرج بالكورة ممكن تلاقي إحمد ياسين بيرجع تاني للمنتخب اللي دخلوا كارلوس كيروش ليه وممكن مش مدافع قوي زي الوينش مش مدافع قوي زي ياسر إبراهيم لكن هو كورته على الأرض أفضل من دور يعني انت بتقول لي مثلا ممكن لو ياسر إبراهيم كان ليه بعض الأدوار مع كارلوس كيروش في الفترة الأخيرة ممكن بيبقاش ليه دور مع كابتن إيهاب جلال محمد عبنين مثلا المدافعين بيعرف يطلعوا بالكورة ده هيبق ليه دور كبير جدا وايما أشرف شوية بيعرف يطلع بكورة كويس الوينش يعني ممكن بنسبة عليه ولكن الوينش ما فيش غنى عنه في خط الدفاع لكن أنت بتقول أن أهم حاجة بالنسبة له الطلوع بالكورة لحتى حارس المرمة بالنسبة له يعني انت ممكن يبقى حارس المرمة انت شايفين أن محمد شناو بيعرفي مرمى محمد شناو بيطلع بكورة كويس بس لو هو شايفه انه ما بيتلعش كويس ممكن ما يضعبش مثل إيدرسون مثلا بمشارسة بكورة ممكن يبقى اقل شوية من حراس اخرين. عشان بيتلعب الكورة كويس. انا معي. في نقطة كمان في نص الملعب. لعيبة نص الملعب. لو جينا بصينا مثلا على التجربة الاخيرة. تجربة بيرميدز. الراجل بيلعب بمين؟ بيلعب بالكارتي. بيلعب بعبدالله السعيد. بيلعب دونجا. التلاتة مختلفين عن بعض. عكس التلاتة اللي كانوا بيلعبوا في منتخب مصر حمدي. انني عمر. التلاتة متشابهين. واقرب زي ما قلت لك قبل كده للعيب نمرة ستة. لكن الثلاثة اللي بيلعب في بيرميدز. وليد كارتي او عبدالله او دونجا. التلاتة مختلفين. دونجا اللعيب الديستروير. كارتي اللعيب اللي بيقدر بصير. وعبدالله اللعيب اللي بيقدر يروح في مساحات التمنتاشر. ويسدد على المرمى. فده اللي هنلاقيه مع كابتن إعاب جلال. بمناسبة انت فكرتني بحاجة. كابتن إعاب جلال حتى مع بعض التزابزب أحيانا في المستوى لشريف إكرامي مع بيرميدز. وأحيانا بيبقى بيبقى بشكل كويس. بيلعب بيه على طول عشان الجزئية دي. بالضبط. انه شريف من اللاعبين. حتى لو عنده أخطاء طبعا كل الناس عندها أخطاء. بس من الحراس اللي بيعرفوا يلعبوا كرة وبيتلعبوا كرة بشكل كويس. فممكن تلاقي شريف إكرامي موجود في أول معسكر ما تستغربش يعني. ما تقولش إنه ممكن مستوى يبقى فيه بعض الاهتزاز بس هيبقى موجود في المنطقة. صح صح. فيه نقطة تانية برضه كريم. طب عملية الضغط. احنا قولنا عملية البناء. اتفقنا إنه هو الراجل بيعتمد على بناء اللاعب من الخلف والبلدب. وحنلاقي الهاي لاين متقدم. طب عملية الهاي بريس أو الضغط تحتي بعملة إزاي. تخيل إن الفريق المنافس معه الكرة. أنا بشوف إن فكر كابتن إيهاب جلال على طول هو عايز يستخلص الكرة من التلت الأخير من الملعب. طب إذا كابتن إيهاب جلال قرر إنه هو يروح يستخلص في التلت الأخير من الملعب. واللاين الأولاني اللي هو مثلا متكون من صلاح. ومسلا نقول مصطفى محمد وتريزيجيه السلاسي الهجومي. الضرب. إيه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجة اسمها كاونتر بريس أو الضغط العكسي. الضغط العكسي ده هو استرداد الكرة في المنطقة اللي إنت مقدرتش تسترجع منها. يعني الكرة تضربت بيها هنا تروح على طول تعمل زي ليفر بول. تروح تعمل كاونتر بريس. طب ده هيتطلب إيه؟ هيتطلب مجهودات بدنية قوية جدا جدا جدا. وطريقة لعب مختلفة عن طريقة لعب منتخب مصر. سواء مع هكتور كوبر سواء كابتن حسام البدري أو سواء مع كارلوس كيراش. فلازم يا جماعة نستنى نصبر بقى على الراجل ده. لازم نصبر كتير. إنه كابتن إهاب جلال من المدربين اللي يتسبر عليهم. لازم يتسبر عليهم. عشان يطبق اللي انت شايفه ده أو اللي مروان بيقوله ده لازم تصبر. يعني ما تجيش من أول مباراة تقول إيه ده؟ ده إحنا معرفناش نهاجم ده إحنا معرفناش ندافع ده إحنا دخل فينا أهداف. لو انت عايز تشوف شغل محترم من الكابتن إهاب جلال لابد من الصبر. وأنا أعتقد وخليك فاكر الجملة دي. كالوس كروش كان فيه كتير من المعسكرات بيغير عدد من اللاعبين. يعني بيحط لعبين كتير ويدخل لعبين كتير. كابتن إهاب جلال هيعتمد على مجموعة. يعني ما تستغربش قوي لو لقيت كابتن إهاب جلال طول فتراته مع منتخب مصر بيعتمد على مجموعة معه. شغل ما يحتاج تحفيز. أي وقت. والتحفيز ده عايز وقت. وانت مدرب منتخب كمان. مدرب فرقة. وما فيش وقت اللي انت تتاخد معسكرات طويلة. الفرق اللي بتلعب دي بتاخد فترات طويلة قوي علشان تنجح. بس كابتن إهاب جلال لو كرر يطبق اللي في دماغه ويدنا له الوقت. حينجح بالشكل ده. لو كرر كابتن إهاب جلال لديق الوقت أو للضغوطات إن هو يتخلى عن فكره ويلجأ لفكر آخر. يبقى الموضوع مش هيبقى في الاتجاه الصحيح من وجهة نظري. يعني هو كابتن إهاب جلال عشان ينجح لازه يطبق وجهة نظره ويطبق أفكاره في الملعب. بس أنا أنا أقول لك الألم منه بصراحة شريط. يعني انت قلت دوت في الناحية الهجومية واستخلاص الكرة شكله حلو. وإحنا عايزينه. وعلى البورد دي يتعمل بسهولة. بس بالملعب. بس في الواقع مع منتخبات كبيرة وعندهم مهارات وشغل احترافي كبير. لو نقل عليه كرتين يعني انت لو ضغط ما عملتوش بشكل مثالي. وضغط عليه كرتين ثلاثة ووصل الكرة القدام هتلاقي هدف كتير. وهي عملية الترحيل يا كريم. يعني لو بسرعة نعمل لقطة بس كناها لقطة. تخيل هنا باللعب السنغال تاني. نقابلهم تاني في أفراقيا ونخسرهم المراضي إن شاء الله. إن شاء الله. وعملية الترحيل هي رقم واحد واثنين وثلاثة في فكرة ان انت تستخلص الكرة. بمعنى ايه؟ بمعنى إن دايما الراجل اللي المارك ده لازم يكون عامل في الضغط حاجة اسمها شادو. يعني هو شادو. يعني وهو بمارك هنا لازم يكون بيجي بيضغط بشكل معين علشان يقفل الزاوية على الراجل ده. فيجبر الراجل ده سنتر باك إن هو يروح هنا. تلاقي السنتر باك ده مضغوط عليه برأس حربة. الرأس حربة ده بيضغط بعملية حاجة اسمها كوريدران أو جارية لها كيرف معين علشان يعمل شادو على العيب نص الملعب. فيوجهه للنقطة دي لما توجه الكورة من الراجل ده للرايد باك تبدأ هنا عملية الضغط العالي المتزنة. ليه؟ لإن أنت زنقت عليه بلاين وزنقت عليه بلاعب وزنقت عليه بلاعيب نص ملعب. هنا عملية الترحيل تيجي بقى اتنين على واحد عملية الترحيل اللي أنت تبدأ تمسك. فعملية الترحيل دي محتاجة وقت للتحفيز والشغل. بس وقت التحفيز هاي برضو. عارف أنا عملا فكر فيه دلوقتي؟ ليفربول ومن أحسن فرقة. طبعا أحسن فرقة في العالم بتعمل كل اللي أنت بتقوله ده. هو أحسن فرقة في العالم بتعمل كل اللي أنت بتقوله ده تحديدا في فترية أربعة ترية 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 ترية. بس ساعاته هم نفعل. ليفربول يقولك إيه؟ هم ليه عندهم مشاكل دفاعية؟ ليه بيبع عندهم حجمات مرتدة وفي نقصان في العدد وورا في الدفاع. طبعا فيه فاندايك فبيخلص الكرس. بس الفكرة إنه تمن ده إن فيه كرات هتطلع عليك. طبيعي. فلابد أن نتحمل هذه الأمور. تحمل. ما فيش كرة حلوة وممتعة وهجومية من غير تمن. ولازم تتحمل إن النتيجة اللي أنت كنت بتكسب بها مع كارلوس كراش اللي هي الواحد سفر أو الاثنين سفر. ودايما سفر. دايما كلينشيت. في أغلب مطشطنا مع كارلوس كراش كلينشيت. لا مع كابتل إيهب أنت ممكن تكسب تلاتة اتنين على فكرة. ممكن تكسب أربعة تلاتة. ممكن تسجل. لكن ستستقبل لأن الكرة دي زي ما أنت قلت لها تمن. لازم تدفعه. لو ما دفعتوش. وفضلت أنت بتلعب على البلوك الدفاعي اللي أنا عن نفسي. أنا بحبه. يعني أنا عن نفسي. بحب اللعب اللي يستخلص الكرة في تلك ملعبي. وألعب على التحولات. أنا مؤمن من النظرات الجديدة في كرة القدم. الدفاع خير وسائل لهم. شوزي مورينيو أنت بتحبه وأنا بحبه. قال الكرة القدم لعبة التحولات. هي اللعبة عبارة عن ترانزيشنز. لما بقطع الكرة بتحول بسرعة جيب جون. لما الكرة بتتقطع مني بتحول سريعا في الدفاع. لكن كابتن إيهاب ممكن يكون أفكاره مختلفة. لكن الفترة الجاية محتاج لعيبة تقدر تطبق أفكاره. طيب. نسيب بقى الكابتن إيهاب جلاله كل التوفيلي إن شاء الله. إن شاء الله. ونروح ليه دورة أبطال أوروبا. مباراة في منتهى الإصارة. الإصارة. طبعا بما أننا بنتكلم في مباراة في منتهى الإصارة. فلازم أبدأ معاك بريال مدريد. فقال إنت بتحبها. طب. ريال مدريد عمل مفاجأة غريبة جدا. أو بلاش ريال مدريد هو اللي عمل المفاجأة. شلسي. شلسي اللي عمل المفاجأة. شلسي في برنابيو. يكسب 3-0. زي مباراة الزهاب اللي كانت كسبها ريال مدريد 3-1. ويقدر في دقيقة 80 يسجل هدف بأسست خرافي للوكا مودريتش. خرافي. سبحان الله. نحن دائما نتكلم على الهدف الخرافي. بس ده أسسته خرافي. وش رجل خارجي امتياز. فهيقدر يعوض النتيجة في المباراة. يبقى 3-1-3-1 زي مباراة الزهاب. ويسجل بتزيمة هدف الفوز. أنا مش قادر أشيط بالريال. ومش قادر أنتقده في النهاية المباراة. بس الريال غريب. يعني. هقولك على حاجة. مش مضموء فرقة مش مضموء. لا هو مش مضموء. على فكرة من زمان. يعني لو نرجع بالتاريخ كده مع زيدان. اللي هي من أقوى الفترات. ريال مادريد رح كسب يوفينتوس 3-0. ورونالدو جابت جوني الخرافي اللي هو الباكورد. وبعدين رجع تقبل ثلاث أهداف من يوفينتوس. وكان خسرنا للديئة 93 لحد ما تحسبت البنالتي وكريستيانو رجع. والمفاجأة الكبرى اللي بتبين ان اللي حصل لريال مادريد طبيعي. فوجة نظري في الكرة الأوروبية. هو اللي حصل مع بارني ميونيخ. ومين يقول ان بارني ميونيخ تخرج من فيا ريال على ملعبها في الألين زارينا. وهي خسرنا 1-0 بس في أسبانيا. فدايما الفريق اللي هو بيبقى خسران في ملعبه بالذات. بيبقى مجروح في كبرياء والكوروي. فبيبقى عايز يروح أول 45 ديئة دول بيطلع كل الغل في الكورة. فانت لو ما عرفتش تحجم الكبرياء اللي عنده في الملعب ان انت ما تستقبلش أهداف هتعاني. وريال مادريد عانى بشكل كبير. الريال كل ما بيجي يلعب أربعة في النص رغم ان الأربعة في النص دول أربعة أسماء كبيرة. بيبقى فيه خلل كبير جدا في وسط الملعب وفي الدفاع وفي كل حاجة. حيث ان الفكرة انشروتي في المجموعة دول الأربعة اللي بيلعبوا في نص الملعب فيها مشكلة. انت لا تقول لي ايه المشكلة فالفيردي وكاسيميرو ومودريدش وكروس بيبقى فيه مشكلة دايما. ايه المشكلة؟ عمليات الضغط ان انت لما بتلعب أربعة في نص الملعب بيبقى قدام بنزيمة وفينيسيو الصح. قدام أربعة مدافعين. فالأربعة مدافعين بيتلعبوا الكرة بسهولة. فخط الدفاع الأولاني ده بتاع ريال مدريد دايما مضروب. بتبدأ ان انت تبدأ تدافع من الخط التاني. خلي بالك ان الخط التاني ده فيه كاسيميرو وكروس معدلاتهم البدنية طبعا مع موضر شلوه 36 سنة مش اعلى حاجة. ففيه فالفيردي بس وفالفيردي بيلعب على ناحية كرفخال اللي هو مش في افضل مستوياته. فتلاقي كرفخال على طول ضامم لقلب الملعب وفالفيردي بيساعده على الباك. فتحس ان ريال مدريد بيلعب بخمسة تلاتة اتنين. فدايما الحتة الناحية الشمال اللي هي عند المنافس اللي هي ناحية اليمين عند ريال مدريد بيخرجوا منها بالكرة بسهولة جدا هي ناحية ماركوس ألونسو. اللي كان منها كل الخطورة في مارشة تشيلسي يوم الثلاثة فدي مشكلة ريال مدريد. طب ايه حلها؟ حلها ان فالفيردي الأدوار المركبة اللي بيعملها ما تبقاش بس في النواحي الهجومية. لازم فالفيردي وهو بيلعب رابع يزقه قدام اكينه ثالت. فيقفل قدام اكينه بيلعب وينجر. حسن مبارات بنفيكا الأولى وتعدل في مبارات الأمس تلاتة تلاتة بدون صلاح ومانيكا السيين لكن صلاح نازل في الشوت التاني. حاسس ان البطولة قريبة لليفربول؟ سهلة ممكن في المتناول؟ انا عايف انت بالنسبالك عزي ريال مديد اللي هيكسة بس احنا عادينا لليفربول اللي هيكسة وانا عايف التبسط للبصة دي. هي مش سهلة طبعا مفيش بطولة تمثيل الجزاء. بس اه في المتناول اسهل من من الدوري. في ايده منافسه بنفيكا وقبلها انتر ميلان وبعدها فيا ريال مش المنافسين الاقوى او الاصعب اللي يعملوا مشاكل. فبشوف ان ليفربول عنده فرصة عظيمة جدا وكلوب من المدربين اللي يعني ما بتقللش احترامهم للمنافس مهما كان اسمه. عكس اللي عمله ناجل زمان مثلا وقلل من احترام فيا ريال. بس لازم برضو ليفربول يقلى من فيا ريال. طبعا لازم يقلى من فيا ريال. ليفربول مع امري هنا امري عاملين اداء رائع جدا. يكفي انك توكس اليوفي وتوكس باير ميونيك عملقين نعم مالقة اوروبا طبعا. لكن ليفربول اعتقد انها ممكن ان تبقى لها طريق في الفاينل. سيتي مبارح كان على وشك انه يخش فيها هدف مع تلكميوني. سيتي مديد عمل مباراة جبيلة تحديدا في الشوت التاني. مباراة مصيرة جدا وكان فيها شوات خناعات في الاخر. ولكن قدر مانشاستر سيتي بمباراة الزياب بهدف كيفين دي براين. انه يسعد لي نسوا. ده السؤال على طول انا نفسي افهمه. انت مدام انت قادر يا سيميوني تلعب ربع ساعة او تلت ساعة الهجومية الجبارة. وعندك سوارز وكراسكو وكونيا وجواو فيليكس وجريزمان. ليه بترجع دايما تلعب دفاع بس مستميت. يعني حتى مش بتلعب على التحولات. اقول لك ليه. ليه مفيش نظرة التحولات. انت بس ما تبقتش اتليتكو مدرد في الدول الاسماني السندي اوش. اه السندي. اتليتكو عنده مأساويات في الدفاع. الناس مش عايش على سيميوني زمان. اه صح. بس عشان هو السندي تحديدا قرر يلعب كرة هجمية زمان انت بتقول كده. اه. وقرر يلعب بطرق مختلف وقرر يفتح لعب بشكل كرة. خسر بالفرق الصغير. خسر ودفاع دفاع سايق جدا. فهو قال لك لا انا ارجع اللي طرق انا سيميوني بتاع الدفاع يا جماعة. انا موافى ان انا بقى سيميوني. خسر جون واحد بس من جوارديولا اللي هو بيكسب بالاربعة وبالخمسة. صح. لكن في اخر ربع ساعة كانوا غير موفقين خالص. الطاقة الفينال مين؟ اه اتمنى يعني. اتمنى ليفربول وريال مدريد. اه اعتقد ليفربول سيتي. ليفربول سيتي. اعتقد ليفربول سيتي. اعتقد ليفربول سيتي. مش بايع بس هو فنيا السيتي اقوى بكتير من ريال مدريد. اجهز مدربه. يعني افضل من الانشتباط. لا بقى. شخصية ريال مدريد. على فكرة مش اسكوت. لا خالص. شخصية قوية جدا. وشخصية مانشستر سيتي. مانشستر سيتي عنده مشكلة مع دورة عبتال روبا. شخصية في دورة عبتال روبا غريب جدا. النهاردة بقولك كان هيخسر من قتلتك ومدريد. شخصية ريال مدريد. بلا حفظا. كان هيخسر من قتلتك ومدريد وبسهولة جدا يعني. صح. إن شاء الله نوصل لفاينل بعدين نشوف الحاجة دي. إن شاء الله. حبيب يا كريم بشكرك جدا. استمتعت دايما معك. حبيبي. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10. أشوفكم يا رب. على الف خير.